السلام عليكم في هذا الفيديو سنتكلم عن الحركة الزاوية او الدورانية الروتيشنال موشن بعض الوقت يسموها الانجيولار موشن الحركة الزاوية والمقصود هون انه احنا راكين نعيد تقريبا اشياء كنا نعرفها اللي ادرسناها في الموشن لكن اللي بصير انه تغيرت الفيريابلز يعني زمان اذا بتتذكروا لما حكينا عن الموشن وان دايمينشن كنا نقول في كان عندي الديستنس اكس الطايم الفيلوسيتي الاكسليريشن الان في الحركة الدورانية اش اللي راح حصير كأنه جسم بدور فالمتغيرات هي راح تصير بدل المسافة اللي هي كانت اكس اش راح حصير الان نتكلم ثيتا وتسمى انجولار ديستنس ووحدتها الرئيسية الراديان السرعة الاميغا اللي هي انجولار سبيد وحدتها راديان بير سكند هاي الوحدة المعتمدة الالفة اللي هي انجولار اكسلريشن التسارع الزاوي الراديان بير سكند اسكويرد طبعا اذا بتذكروا ايضا في شابتر الموشن كنا مقسمين لأكثر من بارت واحد من البارتات كان انه في عندنا افريج فيلوسيتي انستانتينيوس فيلوسيتي افريج اكسلريشن استانتينيوس اكسلريشن من باب التذكير اذا بتذكروا زمان كنا نقول كانت السرعة المتوسطة تساوب اكس اثنين مينس اكس ون على تيتو مينس تي ون الان وين ما في اكس بدلها حط ثيتا وين في في بدلها حط اوميغا وين في اي بدلها حط ألفا عندها بتصير الحركة الزاوية اذا معناته الاميغا افريج او الانجولار فيلوسيتي هي عبارة عن ثيتا تو مينس تيتا ون على تيتو مينس تيتا تي ون دلتا ثيتا على دلتا تي الانستانتونيوس بيكون عندي زمن واحد وفي عندي معادلة باشترق وبعوض وهكذا نفس القوانين القديمة الالفا اللي هو التسارع المتوسط صار اوميغا يعني زي ما كنا نقول في تو مينس في ون على تيتو مينس تي ون رح يصير هون اسمه في تو مينس في ون على تيتو مينس تي ون والالفا رح يكون المشتقة للفلوسيتي واذا كان معطيني ثيتا فالفا هي المشتقة الثانية لثيتا بالنسبة للزمن زي ما كنا نشتق زماني اوكي خلينا نشوف الامثلة هي اللي رح تعطينا تصور كامل للقصة ايلا هاي المثال رقم واحد نشوف الموضوع اكزامبل بحكيلي في هذا السؤال زي ما انتو شايفين هون تصور كامل تصور كامل تصور كامل ثيتا على شكل معادلة خمسة فاصلة تسعة تي سكيوبيك مينس تو بوينت فور تي سكوير ماذا نشوف الموضوع بين تي ون و تي تو يعني نقوله تمام انت بدك اوميجا افريج اللي هي عبارة عن ثيتا تو مينس تيتا ون على تي تو مينس تي ون اوكي معناته ايش لازم نطلب الأول ثيتا ون يعني نأخذ الزمن الأول ونعوضه مكان كل تي ويساوي معناته هنقول خمسة فاصلة تسعة ضرب الزمن الأول 1.7 كيوبيك مينس 2.4 الزمن الأول 1.7 سكوير ومن الكالكوليتر يحسبهم اذا خمسة فاصلة تسعة ضرب واحد فاصلة سبعة تكعيب اوكي ناقص اتنين فاصلة اربعة ضرب واحد فاصلة سبعة تربية اوكي طلعت هذه اتنين وعشرين تقريبا اوكي يلا ثيتا 2 ثيتا 2 يعني من نعوض الزمن الثاني معناته نجع نفس المعادلة خمسة فاصلة تسعة بس الزمن صار خمسة فاصلة سبعة تكعيب ثيتا 2 ثيتا 2 تربية تربية يعني مرة عوضنا الزمن الأول ومرة عوضنا الزمن الثاني يلا وننشوف ايش حيصير عندي خمسة فاصلة تسعة ضرب خمسة فاصلة السبعة تكعيب يساوي 2.4 ضرب 5.7 تربية هذا الحكي طلعي يساوي ثيتا 2 1 صف 4.66 إذن صار عندي الأوميجا أفريج تساوي ثيتا 2 1014.66 تقسيم 22 ويساوي تقسيم 22 إذن الجواب التي عندي 46 40 في خطأ ما أكيد خطأنا في رقم ما سري ماينس 22 على 5 فرق الزمن 5.7 ناقص 1.7 إذن تيتا 2 ناقص 2 ثيتا 1 على تيتا 2 ناقص 2 يعني 14.66 ناقص 22 يساوي تقسيم 5.7 ناقص 5.7 ناقص 1.7 سكر القوس يساوي طلعي عندي 20 و 48 و 40 15 في جواب هيك نعم هي الجواب الأول واضح إذن ثيتا 2 مينس ثيتا 1 على تيتو مينس تي 1 يلا نشوف مثال آخر بيقول wheel rotating about fixed axis ب أيضا ثيتا معطينيها على شكل معادلة where ثيتا is measured in radians and t in second what is the angular acceleration ما قال لي average بدون angular acceleration ومعطيني زمن واحد يقول اوكي إذن angular acceleration يساوي المشتقة الثانية للمسافة بالنسبة للزمن إذن معناته أول شيء أنا عندي ثيتا بشتقها أول مرة ورد بشتقها كمان مرة يلا نشوف المشتقة الأولى صفر ناقص 2 t تقعيب شو مشتقة تصير 6 t تربع هاي بتعطيني الأوميجا رد اشتقها كمان مرة بتعطيني الألف هي مينس 2 بصير 12 t إذن هذا هو المشتقة الثانية ثم نعوض عوض الزمن الزمن عندي 2 إذن يعني سالب 12 2 ويساوي سالب 24 أوكي راديان لكل سكوير لأنه هاي ألفا نعم هاي 24 أوكي يلا كمان مثال الآن بدنا نطول الأمور أكثر لأنه هاي صارت مفهومة شغلة بسيطة جدا يعني لا دعين بالغ فيها إذا بتذكروا قوانين الحركة الحركة اللي كان بذكركم من باب السرعة هون إذا بتذكروا كان V2 تساوي V1 زائد A في T مرة أخرى وين في V حط أميجا إذن أميجا 2 راح يساوي أميجا 1 زائد ألفا T إذن نقدر نحول قوانين الحركة اللي كنا نعرفهم زمان إلى القوانين الجديدة في الحركة الزاوية القانون الثاني V2 إيقوال V1 سكوير زائد 2 A إذا بتذكروا الآن هيصير أميجا 2 سكوير تساوي أميجا 1 سكوير زائد 2 ألفا ثايتا إذن X ثايتا V أميجا A ألفا يلا الثالث إذا بتذكروا X تساوي كانت V1 T زائد نص A T سكوير إيش هتصير الزاوية هتصير ثايتا V أميجا في T زائد نص A ألفا T سكوير أوكي تذكروا القانون الرابع كان V1 زائد V2 على 2 في الطايم قلنا إذا ما كانش فيه تسارع يلا إيش هيصير هون ثايتا تساوي أميجا 1 بلس أميجا 2 على 2 في الطايم إذن معنى هذا الحكي إنه إحنا الآن منقدر ندرس كل القديم ونعيد نفس المعادلات بس بتغيير الرموز وهي اسمها الحركة الدورانية برد أكد يعني X حط مكانها ثيتا V أميجا لأنه الآن كله صار دوراني مش على خط مستقيم الألفا بدل A الآن بالنسبة لموضوع الوحدات كثير بتكرر موضوع الوحدات أحيانا بيعطيني بالرف وبيعطيني بالدقري وبيعطيني بين الرف والرديان أهم قصفة بتعليني هون إنه دائما الدائرة هي واحد ريف يعني واحد دورة الرف اختصار لكلمة revolution وتعني دورة طيب كل واحد ريف كم بتساوي تساوي 2 باي رديان حيث البي في الرديان 3.14 إذن هذه قاعدة التحويل كيف أحول ريف لرديان أو رديان لرف ورح نشوف إذن كل واحد ريف يساوي 2 باي طب لو قلت لك عندك 4 باي يعني 4 ضرب 2 باي بتصير كم بالرديان وهل وما جرر تمام أوكي خلينا نشوف مثال ونتعرف على هذه القصة كيف نستخدم قوانين الحركة اللي كنا نعرف هم سابقا بحل مسائل زاوية دورانية بيقول 10 س يعني T تساوي 10 بعد ثواني من تشغيلها يعني كانت أوف ثواني من تشغيلها صارت أوميغا 2 300 ريف لكل منت إذن هاي وحدة إيش وحدة سرعة بس لاحظوا ريف لكل منت بجوز نضطر الإجابات بالرديان لكل ساكن فإننا نضطر نحولها أوكي إتز أنجولر أكسلراشن إيز يعني فايند ألفا أول حاجة كيف نختار القانون إذا بتذكروا زمان قلنا لما ما يكونش في حكي عن مسافة من أخذ القانون الأول وميغا 2 اللي هو كان V2 وميغا 1 زائد ألفا في T هو بده لألفا وفيش أي كلام عن مسافة لكن أنا عندي هون هاي موجودة بـ 300 ريف لكل منت يلا حولها إذن باجي بقول 300 الريف الريف بحط مكانها 2 باي عشان أحولها لرديان المنت موجودة بالمقام بحط مكانها 60 س إذن فهيك بكون ضربت يعني 300 ضرب 2 باي والباي 3.14 أوكي وقسمت على 60 عشان حولت المنت لسكند فطلع عندي 31.4 إذن هذا الحكي طلع 31.4 بريديان لكل سكند أوكي إذن خلينا نعوض هون وميغا 2 هو حاكيري اللي هي طلعت معنا 31.4 بوحدة الغيديان وميغا 1 كانت 0 الألفة هو اللي بدوا إياها طالبها في السؤال التي بقول بعد عشر ثواني إذن انتهى صار 31.4 تساوي عشرة ألفة يعني ألفة تساوي 31.4 على عشرة يعني 3.14 هاي الألفة إيش بوحدة راديان لكل سكند سكوير هل في جواب هون نعم هاي عندي الجواب A تمام يلا كمان مثال خلينا نحاول ندقق على الأمثلة حتى تصير القضية بالأسئلة القوانين هاي بالنسبة إنه روتين يعني كل منت كل يساوي واحد منت إذا بدحوله طبعا لسكند قصده كل ستين سكند تمام بزيد السرعة بزيد السرعة اثنين ريف لكل سكند يعني معنى كلام هذا هذا هو التسارع يعني إذا بتخصم السرعة السرعة على الزمن بيعطيك اللي هو التسارع هو بدل الأكسلراشن لأنه هذا يعني سؤال ملوش قانون محدد بس هو بدو قولك إنه مفهوم التسارع إنه كل ستين سكند باثنين ريف لكل سكند السرعة بزيد طب تمام بنقوله تمام اثنين ريف لكل سكند تقسيم لكن هاي عندي ريف بصير أخليها ريف الإجابات قال لي بدي إياها بالرديان لكل سكن لأ إذا منقوله كل مكان ريف كل واحد ريف تساوي 2 باي إذا باجي بقوله 2 ضرب 2 باي عشان نحولها لرديان لكل سكند وقسمت على 60 يعني صار عندي 2 ضرب 2 باي ليش ضربت 2 باي عشان 60 إذن طلع الجواب عندي بوينت بوينت 209 آه طيب الإجابات هون كانت بالبايات شوف عندي 4 باي تربيع 2 باي افرض انه انت طلعت الجواب عندك يعني ما اختصرت زي يعني عملت زي طلعت الارقام أنا مكاني من الأول اقول 2 2 4 على 60 تطلع باي على 15 بس افرض انه 3.14 وطلع معك الجواب هيك 2 0 يعني أقل من 1 لحظوا هاي 4 باي تربيع لا مستحيل هاي اكبر من 1 اذنين باي اذنين ضرب 3.14 اكبر من 1 1 على 30 نشوف هل 1 على 30 1 تقسيم 30 تساوي هاي عبارة 0 3 لا باي على 15 يرط باي اللي هي 3.14 تقسيم 15 نعم طلعت الجواب اللي طلعت اوكي انو تابع في هذا الفيديو تكمله على حل مسائل على الحركة الزاوية اللي قلنا هي عبارة عن angular motion اللي كانت تتكلم بدل X حق Theta بدل Omega التسارع Alpha وطبق ذسيم القوانين القديمة شوفوا السؤال هذا A wheel rotates with constant angular acceleration يعني Alpha تساوي Bi radian لكل second square في زمن معين It's angular displacement اللي هي displacement Theta اللي بس angular Bi radian At the end of the interval الأوميغا يعني 2 تساوي 2 Bi radian لكل second It's angular velocity at the beginning يعني What is Omega 1 لاحظوا في هذا السؤال أنا ما عندي زمن وقلنا زمان لما ما ما يكون عندك زمن أنت مضطر تروح للقانون الثاني لو كان Omega 2 تربيع Omega 2 تربيع زائد 2 A أصبحت Alpha X يعني Theta ما علي غير تعوض Omega 2 وين 2 2 Bi تربية Omega 1 نحن نحن لديها 2 وين Alpha Bi وين Theta كمان Bi هاي معطيات بالسؤال حسنا حسنا 4 Bi سكوير Omega تربية 2 Bi سكوير حسنا حسنا لنجدها للجهة الثانية يعني صار عندي 4 Bi سكوير ناقص 2 Bi سكوير يساوي Omega 1 تربية يعني 2 Bi سكوير تساوي Omega 1 تربية خذ الجذر يعني معنى هذا الكلام أنه Omega 1 تساوي جذر 2 Bi هل من الخيارات جذر 2 Bi نعم جذر 2 Bi تمام نأخذ كمان مثال لاحظوا أنه في هذا الفيديو مجرد نثبت مثال ونضيف ملاحظتين صغار على هذا الموضوع بقول T تساوي 0 يعني in the beginning a wheel rotating about fixed axis at constant angular acceleration تمام has an angular velocity إذن Omega 1 تساوي 2 radian لكل second 2 second later يعني T تساوي 2 has turn throw 5 revolution يعني كانت theta تساوي 5 revolution بعد ثانيتين كانت theta 5 revolution what is the angular acceleration لحظوا أنه لا يوجد كلام ألف وليس كلام عن Omega 2 إذن هذا القانون الثالث إذا تذكروا الذي كان يقول theta X زمان نسمها Omega 1 T زائد 0.5 A X 0.5 A T 0.5 alpha T square يعني لا داعي لحفظ قوانين جديدة نفس القوانين القديمة يلا و Omega 1 2 time 2 0.5 alpha هو بدو إياها 2 T 2 تربيع آها theta 5 Riv بس احنا كل شي عندي بالradian ما بصير شي تكون بالradian هذول بالradian احنا قلنا لما بنحول من Riv لradian بس حط بدل كلمة Riv 2 by لأن كل 1 Riv يساوي 2 by يعني هاي صارت 5 حولناها من 5 Riv إلى 5 ضرب 2 by radian تمام يلا وهذا يعطيني 10 by 2 2 2 4 زائد 2 تربيع و عندي نصف 2 الف تمام إذن هذا ببساطة صار عندي 10 by ضرب 3 14 ناقص 4 يساوي تقسيم 2 معنا هذا الحكي أنه طلع عندي تقريبا ألف تقريبا تساوي 13.8 يعني في أقرب جواب بالموجودات هو 14 تمام راديان لكل سكن 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 يلا كمان مثال بيقول لي في هذا المثال أيضا We'll rotate about fixed axis with constant angular acceleration مرة أخرى يعطيني الألف الألف تساوي 2 راديان لكل سكن تربية turn through 2.4 revolution إذن θ تساوي 2.4 rev يعني إذا بدي أحولها معناته وين كلمة في رف حط مكان 2 بي بصير بالرديان طيب during t تساوي 2 second what was the angular velocity at the end يعني يعني بد يعني بد إيش at the end of this time interval إذن إيش هي راح يكون عندي الأوميجا في نهاية هذه يعني بعد ثانيتين بنقوله بسيطة الأوميجا من وين بتجيبها إنت من أوميجا 2 تساوي أوميجا 1 زائد ألف t بس ما عندي أوميجا 1 هو ما يقل لأنه بدأ مثلا هل هو قال لك أنه بدأ من الزير لا ما قال فذلك أول خطوة لازم تروح تفكر فيها اطلع قديش الأوميجا 1 طب من وين وطلع الأوميجا 1 بسيطة تذكروا أنه أنا عندي ثيتا تساوي أوميجا 1 t زائد نوص ألف t سكوير في هذه المعادلة كل شيء معي ما عاد الأوميجا 1 الألف زي ما حكينا 2 2 4 بس ريف تحول ها ل بي واناته بتضرب 2 بي يساوي أوميجا 1 بدنا إياها الوقت قال 2 زائد عندي نص الألف موجود نعم 2 ضرب t موجود نعم كم t 2 تربية 4 يا سلام إذن من هاي الكلام بيقدر أطلع أوميجا 1 اللي هي رح ساوي 2 4 ضرب 2 ضرب 3 14 هذا طلع الجواب هون 15 7 يساوي 2 أوميجا 1 زائد نص 2 في 4 إذن أربعة هون ودي هالجهة الثانية فصار عندي ناقص 4 تقسيم 2 معنى هذا الكلام طلع عندي أوميجا 5.53 تمام ارجع لهون يمكن فايند ايش هو بده أوميجا 2 وات از ذا انجلر روسي اذ انت يعني ايش أوميجا 2 يل أوميجا 2 تساوي أوميجا وانطلع ناقص 5.53 الالفة موجودة بالسؤال نعم اثنين التين موجودة بالسؤال نعم اثنين إذن فصار عندي 5.53 ثلاث زائد 2 2 4 إذن الجواب عندي 9.6 9.6 أوميجا 2 يعني 9.6 يعني اقرب جواب 9.5 تمام يلا كمان اجزامبل بقول انه اويل روتايت about fixed axis with initial angular velocity إذن يعني اوميجا 1 تساوي 20 radian per second during 5 second interval the angular velocity increased هل قد يعني صارت اوميجا 2 40 radian لكل second كل هذا خلال زمن مقدار 5 ثواني assume that the angular acceleration was constant كان خلال هاي كل الفترة how many revolution يعني لما بقول how many revolution يعني احسب theta بس بوحدة rev how many revolution راح تدور خلال هاي المسألة يعني ببساطة بقول كم هي الثتة الالفة سوري كم هي الثتة بس انا ما بقدر احسب الثتة الا لمز اطول الالفة ولا بقدر نعم بقدر لانه في قانون عندي بقول اذا تسارع مش موجود لا تطلعه استخدم هذا القانون على اثنين ضرب time انا بقدر اروح اطلع من القوانين القبل هاوات بس ليش اوج جراسي خلاص هون بقدر اطلع ثة تداريك لي اوميجا وان عشرين اوميجا تو اربعين على اثنين والزمن خمس ثواني تمام يرق عشرين زائد اربعين عندي 150 اذا ثتا تساوي 150 راديان طب هو بده اياها بالريفليوشن اوكي اذا انا بقول كل واحد ريف تساوي 2 باي راديان طب انا عندي 150 كم بتساوي بالريف اذا بقسم اضرب استطلاع الطرفين يعني بمعنى اخر اقسم ثتا الهي 150 على 2 باي بتطيق كم ريف اذا عشان تحول من ريف لراديان بتضرب بثنين باي عشان تحول من راديان لراديان بنقسم على اثنين باي اذا 150 تقسيم 2 ضرب 3.14 اللي هي الباي يساوي طلع عند الجواب 23.8 يعني دائما لما تكون فوق الخمسة بنقربها فبتطلع 24 ريف 24 دورة هل في جواب 24 نعم هاي اوكي بيجي واحد بيسأل السؤال التالي هل هناك علاقة بين اللينير الموشن يعني الـ X والV والA مع الثيتا والأوميجا والألفة يعني بمعنى آخر لو سيارة بتمشي لقدام سرعت V لكن الكفرات والعجال لها سرعت أوميجا طب لو صارت الأوميجا 0 شو بالصير V 0 إذن معناته فيه رابط الرابط هو يساوي يساوي بنضرب بالراديس ضرب R إذن إذا ضربنا R في ثي تعطيني X R في الأوميجا تعطيني Velocity R في الألف تعطيني التسارع الدورانية والزاوية واللينيار فقط بالضرب بالر وهو نصف قطرة الدوران لكن بشرط مهم أنه هذول الكليات يكون بوحدة راديان أو راديان لكل ثاند أو راديان لكل ثاند يعني ما بصير يكون بالرف إذا كانوا بالرف لازم يتحولهم تمام هذه الفكرة إذن هاي هون ملخصينهم الثيتا إذن X تساوي R في ثيتا V تساوي R في أوميجا A تساوي R في ألفا تمام يرى إحنا مش حنستوعبهم هذول إلا من خلال الإجزامبال خلينا نشوف بعض الأمثلة عشان هاي الفكرة يعني تصير حقيقية بذهن يرى A child ترافل A distance 300 3000 متر In a circle of diameter إذن هو بلف بcircle الـ X اللي مشاها 3000 متر بوحدة المتر هاي الدياميتر كله عطاني D وليس R عطاني D 40 إذن معناته إذا بيعطيني الدياميتر اللي هو القطر الكامل الراديوس تساوي D على 2 دائما يعني R تساوي 20 The total angle through which it Revolves كم ثيتا تساوي بكل بسيط ما هو X تساوي R في ثيتا هو بده قداش الثيتا X تساوي 3000 R 20 هو عطاني الدياميتر ضرب الثيتا إذن الثيتا تساوي 3000 20 إذن 100 ثيتا تساوي 150 بوحدة الراديوس نعم مثال آخر هذه كثير مهمة المسائل على بساطتها سلندر وسطوانة وفي راديوس إذن هن معطينا الراديوس هذا R روتيت about it is access with إذن R موجودة 07 والأوميجا موجودة 10 وما فيهاش داعي للتحويل إيش لسبيت بسيط طبيب يتساوي R في أوميجا صحيح يعني بساطة ضروري لواحد هذه الأشياء تكون بالنسبة له معروفة ضرب 10 إذن الجواب 7 متر بير سكن لاحظ طلعنا الراديوس 7 متر بير سكن R ضرب أوميجا بس بساطة حسنا كمان مثال بحكي لي هون flywheel of diameter إذن معطيني diameter D تساوي 1.2 إذن أنا دائما بدي بقسم على 2 عشان أطول R ويساوي 06 has constant angular acceleration إذن الألفة يساوي 5 radian per second square إيش tangential angular acceleration يعني إيش ال-A ال-A تساوي R في ألفة ال-A يساوي وينك R 06 والألفة 5 إذن 06 ضرب 5 ويساوي 3 متر per second square تمام أوكي يلا كمان مثال بيقول A wheel of diameter عندي wheel الـ diameter كله 3 سنتي ال-D 3 سنتي أنا بدي دائما R مباشر بس تشوف طول R يساوي 1 ونص سنتي طبعا has 4 متر cord رابط around it لفينا حوال خيط X يعني اللفنا 4 متر الخيط اللفنا كان 4 متر starting from wrist يعني omega 1 تساوي zero the wheel given constant angular acceleration يعني لما صرنا ندوره صارت ال-alpha ال-alpha 2 radian per second square the cord will be قديش راح يعني يفلت بعد قديش time حتى يفلت الخلص ال-X كاملة قديش حتى يفلت قديش هو الزمن من قل وسيط ال-X تساوي أنا في هذا السؤال عندي عندي ال-alpha نعم وبدأ قال لي من السكون أول start around starting from wrist إذن X تساوي V1 T زائد نص A